كان فيه لقطة في تغيير اللاعب إمام عشور عشان برضو ندي كل حد حقه وبرضو يبقى الناس فهمة لما نزل إمام عشور الجرافيك نزل إيمان عشور يعني بدل ما يبقى E-M-A-M يعني في الأول في التشكيل الرسمي برضو مكتوبة غلط مكتوبة برضو E-M-A-N طبعا لما كمان نزل نزل برضو بنفس الوضع E-M-A-N بدل E-M-A-M طبعا هيبقى حديث السوشيال ميديا ده أكيد عشان كده أنا حابب بس أوضح نقطة مهمة إحقاقها للحق صحيح إحنا بننتج المباراة يعني قناة On Time Sports بتنتج المباراة صحيح ولكن الجرافيك مش بتاعنا إحنا بنبعث الليستة مسبوطة 100% لطبع اتحاد الافريقي مع جهات أخرى هم اللي بيتولوا الجرافيك الجرافيك ده مش بتاعنا إحنا يعني حالكم بتشوفوا الساعة بتشوفوا النتيجة بتشوفوا التغييرات كل الكلام ده جرافيك مش إحنا اللي بننزله ده بينزل من جهة أخرى تماما لها بروتوكول مش حابب أدخلكم في حوارات كتير وبالتالي الخطأ ليس من جانبنا الخطأ من جانب اللي بيحطوا الجرافيك من هناك وينزلوه على الشاشة مش بتاعتنا إحنا يعني مش عايز أطور في الموضوع ده لكن باختصار ليس لا لأون تايم سبورس دخل في الجرافيك اللي بتنزل على الشاشة لكن السجيحنا بنبعثه كاملا مظبوط مليون المية ما ينقصوش واحد الراجل بقى اللي بيكتب هناك يعني حط N بدل M هذا هو الأمر طيب